السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التقنية الرياضية ورياضية تراني قدرت لكم من قبل وخلي لكم الرابط أسفل التعليقات كي لي بزاف ما قالوا لي يا أستاذ ما شفناش الفيديو فبتالي راح ينتلقوه أسفل التعليقات نبدو على بركة الله من كثرش عليكم عندكم الشخصيات ها وشتا حفظه وعندكم ها التواريخ وشتا حفظه وعندكم المصطلحة التواريخ هنا تعلق الوحدة الثالثرة يعني دمشتها مع الوحدة الأولى اتفقنا وما مديتش بزاف من الوحدة الثالثة ها هو ما التواريخ المهم ها هو ما التواريخ اللي تحفظه عندكم مصطلحات الوحدة الثانية وعندك مصطلحات الوحدة الأولى بون كين تنبيه بعض المصطلحات راك تعرفها حسب موقعيها في الفقر وما لازمش عليك كي تتقى مصطلح ما عرفتوش تخليه بايار لا لازم عليك أنك تعرفه اكتب هذيك الكتبة قادر يعطيك عليها الأستاذ نسي نقطة بلك انت الشيلي راو في راسك صحيح وانتك تردد ما تتردد موالو عليها تخليها أبيض خمم وكتب عادي جدا ما لازمش عليك أنك حاجة ما حفظتاش تبقى دنك فيها لا خدم أخك والله العظيم بلك الشيلي راو في راسك راو صحيح وانت تردد تلقى روحك تفقد في النقاب بون هو أنه كما قلت لكم من قبل الحرب الباردة الوضعية لدماجية دي ما يجي معها مصطلحات الثورة الجزائرية والوضعية لدماجية تاعة الثورة الجزائرية جمعها مصطلحات تاعة الحرب الباردة يعني تاعة الوحدة الأولى هذه جل الباكالوريات أتمنى لكم التوفيق والنجاح في شاهدة الباكالورية قبل ما نخلص الفيديو هو أنه بالنسبة للخرائط في التاريخ راهم يطيحوش بزاف وذلك نحط لكم التواريخ عفوا نحط لكم الخرائط بتاع التاريخ ونمدلكم الأهم لأنه في التاريخ ما يطيحوش بزاف إطلاقا دي ما أنه الخريطة في التاريخ نسبة وقوعها ضئيلة جدا وما يلازمش عليكم تخافوا من الخرائط صديقوني الخرائط والله عندكم غدوة الباكتري في زيوم اليوم وغدوة تروح تعقبوا تجيبوا عادي جدا في الخريطة مش حاجة صعبة الناس تتحير في أمور أخرى مثلا صحباها تتحير في الخرائط لا وإلى اللقاء